أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن ولقى الإنسان علمه البيان الشمس والقبر بحبان والنجم والشجم والسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطالوا في الميزان واقيم الوزن بالنفط ولا تقصر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة منه ونخل ذات الأجمال والحب العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان بالنسل صالح الفقار وخلق الجان من مارج من مار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتطيان بينهما فرسق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما المنه والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوال منه شأت في البحر فالأعلان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله مرهما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأ فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرق لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استفعتما تنفروا من أقبال السماوات والأرض فنفرقون لا تنفرقون إلا بسلقان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليهم عشر من نار ونحاسوا فلا تتشران فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسلقان فنفرقون من نواف والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم الذي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن حاف مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على حرش مطائنها من استبرق وجن الجن جنتين تار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة ومن كل فاكهة فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يقنحن إلا إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متجئين على رفرة حقر وعبق من حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبارة ربك بالجلال والوكران آمنت بالله صدقاً العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر